قالت وسائل اعلام المانية ان مساهمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في محادثات السلام بين اوكرانيا وروسيا اجبرت القوى الغربية على تغيير نظرتها حول تركيا نشرت صحيفة ديرتاج شبيل الالمانية مقالا اكدت فيه ان دور الوساطة الذي يلعبه اردوغان حاليا بين موسكو وكييف اجبر العالم الغربي على احترام تركيا وتغيير النظر العام تجاهها واشرت الصحيفة الى ان القوى الغربية لم يعد بامكانها ان تتجاهل تركيا في القضايا العالمية الشائكة بعد الجهود الكبيرة التي اظهرتها الاخيرة لوقف اطلاق النار بين روسيا واوكرانيا ولفتت الى ان الغزو الروسي لاوكرانيا غير مسار العلاقات التركية مع الدول الغربية منوهة الى ان موقف انقرة من هذا الغزو مكنها من الحصول على اهتمام دولي كبير وحسن علاقاتها مع العديد من الدول وبينت ان الرئيس التركي رجب طيب اردغان هو الرئيس الوحيد الذي يملك حاليا علاقة جيدة مع فلادمير بوتين الرئيس الروسي مشيرة الى ان ذلك سيجبر الغرب على احترام تركيا بشكل اكبر وذكرت الصحيفة الالمانية في مقالها الذي حمل عنوان التوازن الناجح للرئيس التركي ان تدخل تركيا جعل الوضع اكثر صعوبة على السياسيين الغربيين منوهة الى انه لا يمكن تجاهل اردغان وتركيا بعد الان ونوهت الى ان دول العالم كلها باتت تهتم وتتابع تحركات انقراء عن كثب لسيما دول الاتحاد الاوروبي مشيرة الى ان المواقف بل الموقف الذي اتخذه اردغان هو الانسب لبلاده التي تعاني من ازمات اقتصادية وافادت ان اردغان عقد منذ بدل الغزو الروسي لاوكراني عدة اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الاوكراني فلاديمير زلانسكي بهدف التواصل الى حل المناسب يرد الطرفين ويوقف اراقة الدماء واضافت حتى لو لم تسفر وساطة اردغان في الصراع الاوكراني عن اي نتائج منموسة حتى الان فقد عاد رئيس الدولة التركية الى المسرح الدولي الى المسرح الدولية